تاب ستوريز عن مركز سرطان الأطفال هالمركز يلي دايما بحاجة لمساعدتنا ولا دقيقة فينا نترك ولا دقيقة فينا ننسى هالأطفال يلي عم بعانوا من أوجاع من أمراض وبحاجة جدا لدعم لحتى يكمل هالمركز هالمركز يلي هو مركز خلينا نقول وحيد من نوعه يلي عم بيكون أكتر مركز عم بيأمن فعلا مساعدة إن كان مادية صحية أو معنوية لهالأولاد يلي عندهم مصابين بأي نوع من أنواع السرطان اليوم لمض الناوية رح بتحكينا أكتر عن الحملات وعن صندوق التبرعات يلي حاليا عم تشتغلوا عليه أهلا وسهلا فيه كلمة منسئة باسم جمع التبرعات رح نحكي اليوم أكتر عن الريسكيو فوند منرجع أكيد مثل كل مرة منذكر بالأرقام وبالحاجات يلي عم بتكونوا أنتو اليوم بحاجة لإله أكيد بونجور رانيا بونجور للكيل مثل ما قلت مظبوط اليوم أطلق المركز صرخة يلي هي إنكاز صندوق إنكاز لمركز سرطان الأطفال يلي هدف إنكاز المركز كله وتأمين 10 مليون دولار من التبرعات قبل نهاية هيد السنة يلي هي 2020 نظرا للأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي والمعيشة يلي تركنا بعجز بتوصل إيمته للمليونين ونص دولار ومن المتوقع أنه يكمل هيدا العجز ويوصل للأسف للعشر مليون دولار هيد السنة مشان هيك أطلق المركز هيد الصرخة وعم نوصل فيها للكل لحتى الكل يكون قادر إنه يدعم المركز ولو بتبرع كتير بسيط أو فكرة أو مبادرة لحتى نقدر نحنا نستمر بتأمين هالخدمات لما نقول إنه عندكم عجز هالقدة عالي مين بيعود عن هالعجز أو كيف تقدروا تستمروا نحنا أكيد بفضل الخيرين وكل الداعمين والمؤمنين بمهمة المركز تفاني أعضاء مجلس الأمنة والتزامنا نحنا كفريق عمل عم نقدر نكمل على أد ما نقدر بس أكيد اليوم نحنا بحاجة لدعم الكل بحاجة أول شي لصلواتهم لدعمهم أنه ما ينسوا أطفالنا وبنفس الوقت أنه يدعموا المركز على أد ما بيقدروا أكيد نحنا رح نشوف فيديو حضرتولنا يا سوا بنرجع مفوت أكتر بالتفاصيل بـ 12 نيسان 2002 كانت بداية مركز سرطان الأطفال اللي عالج بها 18 سنة أكتر من 1740 طفل مجانا بنسبة شفا معدل 80% بالإضافة لـ 5000 استشارة طبيب مجانية تخيلوا لبنان بلا مركز سرطان الأطفال المركز بيسعى دايما لصحة ولسلامة جميع الأطفال بس بهالأوقات الصعبة من دون دعم كون العاجل مهمة المركز بمرحلة دقيقة على السبعين 35-15-15 رأم الـ Children Cancer Center مركز سرطان الأطفال يلي صار معروف كتير مع العنوين يلي عم تمروا على الشاشة على السوشل ميديا الويب سايت وغيرهم ممكن أي شخص هلأ يتبرع بمبلغ ولو بسيط لحتى يكون عم بيساعد لدعم هالأطفال تبرع هو لروح هالأطفال لقلب هالأطفال لبسمة هالأطفال مش للمركز يعني تبرع نحنا من خلاله عم ننقذ روح عم ننقذ ولد من العذاب ومن الوجع يعني ما حدا بفتكر منه بيقدر يشوف الفيديوز يلي كنتوا دايما تحطون عنه أو عبر السوشل ميديا من دون ما يوجعوا قلبه من جوه وتوجعوا روحه من جوه اليوم ما بيهم انه نشفق ما بيهم انه نزعل ما بيهم انه نحكي كلهم حلوين بس الاهم هو انه نعطي لحتى نقدر نعالج اليوم علاج كل طفل نرجعه منذكر لما قده معدل كلفة علاج طفل واحد بسنة واحدة هي 55 ألف دولار وفترة العلاج تقريبا حوالي 3 سنين فالمركز عنده ميزانية سنوية بتوصل للـ 15 مليون دولار واعتمادنا الكل بس على التبرعات ودعم الناس قدية عم تكونوا عم تستوعبوا أطفال؟ تقريبا المركز بيعالج حوالي 300 طفل كل سنة من بعد هذا الفيديو والخطر يلي نحن فيه والتدهور يمكن المركز من بعد اليوم ما يكون قادر بقى انه يستوعب أطفال جديدة ويقدر يكمل العلاج والخدمات لكل الأطفال يلي هلأ حاليا عم يتعالجوا 300 طفل بالمركز هنا بشكله 40% من مجمل حالات السرطان بلبنان ويلي هو رقم كتير كبير يعني علما أنه كمان الحالات عم تتزايد وكل مرة بنرجع بنحكي مع طبا ومع أشخاص كمان بيكونوا عم بيمثلوا المركز وعم بيقولوا أنه الأعداد عم تتزايد لهلأ قدرتكن أن تستوعبوا 300 طفل ما بدنا أنه هلأ قدرت خف لأنه ما بدنا أنه الأطفال يلي منهم قادرين يتعالجوا يكونوا موجودين ببيوتهم أو ناطرين ما بنعرف شو ما رح نقوله يعني فكل طفل اليوم بيحقلوا أنه يتعالج طبعا فيه دعم فيه دعم من جهات رسمية من جهات خارجية بنرجع منقولهم كل مرة بس اليوم الدعم الأساسي هو من كل شخص قادر يتبرع ونداء دايما للأشخاص اللي موجودين خارج لبنان لأنه هن حاليا التكال عليهم هن حاليا قادرين أنه يكونوا عم بيساعدوا يمكن أكتر من اللبنانية اللي موجودين بالضيئة اليوم هالتعب الاقتصادي والكورونا بنا نحكي عن الشقان لما معيك أول شي من ناحية التنسيق الطبي يعني اليوم بفترة الكورونا كانت شغلة منهيني أبدا عليكم لأنه هن أساسا تكون منعاتهم عم توطى وحتى مع العلاج بتوطى بعد أكتر شا عملتوا؟ مية بالمية يعني أزمة كورونا كمان صار الوضع أصعب وأخطر على الأطفال بس نحن الحمد لله قدرنا أنه نكون نعم نأمن دايما العلاج ومن نوقف ولا نهار أي دواء أو أي خدمة للأطفال ليقدروا يضلوا مستمرين ويقدروا يخلصوا علاجهم يعني اليوم الكورونا حطتنا أكيد بوضع كتير صعب صار فيه تراجع للعائدات لكل التبرعات ما قدرنا أنه ننفذ البرامج والحملات اللي نحن مفروض كنا أنه نعملهم هاي السنية اللي من خلالهم نحن من أمن الميزانية السنوية لعلاج 300 طفل كل سنة فالوضع كتير صعب والوضع على الكل صعب بس بنفس الوقت الخيرين دايما موجودين والداعمين دايما موجودين وإحنا اليوم عم نوصل مثل ما قلت لليبنانيين مش بس بلبنان كمان برات لبنان لحتى يقدموا الدعم وينشروا الطوعية عن المركز حبريدي شوي عنها الصندوق بشكل مفصل أكتر أطلق المركز هالصرخة اللي بتوصل فيها للكل اللي هو الراسكيو فوند صندوق انقاذ اللي هدفه انقاذ المركز بكل معنى الكلمة والهدف انه نجمع عشرة مليون دولار قبل نهاية 2020 لنقدر نكمل العلاج للأطفال اللي هي هن حاليا عم يتعالجوا بالمركز وما يوقف ولا أي خدمة أو أي نوع من العلاج أو الأدوية اللي هن عم بيخدوها فمشان هيك هي كتير مهمة وبالطال الكل ما في لا دعم كبير ولا رقم بسيط الكل معنى بهذا القضية خلينا كلنا اليوم نقف حد بعضنا هالقضية الإنسانية اللي بتعني الكل اليوم بأي بيت للأسف في حالة يا طفل يا كبير عم بيعاني من هيدا المرض فكلنا خلينا معلش نضامن سوا مع المركز لأنه احنا ما بنتخيل ولا نهار بلبنان أنه ما يكون في مركز سرطان الأطفال أكيد يعني هيدا شي يمكن بيخوف بعض أكتر من المرض نفسه من وقت تأسيس الصندوق لليوم أدي قدرتوا تساعدوا أو أدي قدرتوا تجمعوا من خلال هيدا البرنامج أو هيدا الصندوق بالذات لأنه أكيد في حمالات كتير بتقوم فيها خلال السنة وبرامج تاني بس هالصندوق بالذات أدي هو عم بيساعدكم أدي عم بيأملكم نسبيا أكيد في كتير ناس عم تتجاوى وعم تتبرع على قد ما بتقدر بس بعدنا شوي بعاد عن الرقم وإن شاء الله الخير لقدم وإن شاء الله يكون الكل قادر أنه يتواصل معنا على أي مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة ممكن هني حابين أنه يساعدوا من خلال الـ OMT أو الحسابات المصرفية أو من خلال الموقع فيهم يكونوا عم بيتبرع ويساعدوا المركز وأكيد فيهم يتواصلوا فينا هلأ كمان مباشرة على الـ MTV وعلى رقم الـ MTV اللي صرته بتاع 0.04 64 إذا حابين تحكونا على الهواء يكون فيه تبرع كمان على الهواء نحنا أكيد مننطر ومنتمنى أنه يصير هيدا الشيء لعيون هالولاد يلي دايما منشوفهم ويلي دايما نحنا منتعاطف معهم نتعاطف لحاله ما بيكفي منتمنى أنه يكون فيه مساعدات وبتمنى أنه من بعد هالحلقة كمان يكون فيه هيك حركة أكتر بالتبرعات طبعا اليوم أنتو مجبورين أنه تكونوا عم تحدوا التبرعات بها الصندوق هيدا ظروف كتير عم تمنع إن كانت الظروف الصحية أو الاقتصادية عادة بيكون فيه كمان برامج تانية بتحب هيك ترجع تذكرينها شوي ببرامجكم للتبرعات خلال السنة وشو يلي رح بيوصل بعدين أكيد التبرع الشهري لكل الأفراد موجودة فيهم يكونوا من خلال شركة أو أي شخص حابب هو يتبرع بشكل شهري لو بمبلغ كتير صغير يلي هو هيدا الشي بيأمن الاستمرارية ونحنا عارفين أنه بهيدا التبرعات عم يوصل التبرعات خلال سنة كاملة من هالأشخاص وإما كانوا فيهم يكونوا عم يشتركوا ببرنامج امنح الأمل يلي هو الجيف هوب من خلال التبرع الشهري في عنا حملة الأس أم أس كامبين يلي كمان رح نطلقها قريبا يلي الأشخاص يون يتبرعوا بدولار واحد من خلال أنه يبعثوا رسالة على الـ 11.05 لدعم المركز بس أكيد من ضمن الأشهر يلي نحنا منكون مطلقين فيها مش خلال كل السنة وأكيد من خلال الشركات أي مبادرة أي شي فيهم يكونوا عم يتواصلوا معنا كل الحملات الثانية كان مع المطاعم أو الشركات هلأ مأكيد موقفة نظرا للأوضاع بس كل البرامج فيهم يكونوا عم يشوفوا الـ Web site عنا عندك الـ Gift for Life يلي هو هدية حياة بحيالها مناسب اليوم نحنا عياد الميلاد ما عم نقدر أنه نروح أو نجيب كادو فينا نكون عم نتبرع بهقيمة الكادو لهذا الشخص للمركز ونعطيه هيدا الكورد اللي بيقله أنه نحنا اليوم تبرعنا على شرفك للأطفال برامجنا كتير كل البرامج موجودة على الـ Web site ولأي استفسار نحنا دايما نحضرين كل البرامج موجودة على الـ Web site اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشة كمان بتقدروا تتواصلوا على الفيسبوك بيج على انستغرام بيج مثل ما أنا بدلنا عم بتواصل معكم لحتى تابع كمان كل نشاطاتكم ونشوف كيف عن جد بنقدر كلنا نتساعد سوا وعلى رأم التليفون يلي كمان دايما بيمرق على الشاشة وصرنا كمان يمكن حافظينه 75 35 15 15 للتبرع لمركز سرطان الأطفال خلينا كمان نرجع نذكر لما أنه العلاج ما بينطر يعني اليوم في كتير ناس افتكروا أنه يمكن هالعلاج صار خلال فترة الكورونا أبدا يعني البروتوكول ضروري يمشي على الوقت وكمانا منرجع منذكر قد نسبة الشفاء عالية أكيد السرطان لا بيفرق ولا بينطر يعني ما فينا اليوم نحنا ننطر لتخلص الأزمة لنقدر لا نحنا مضطرين نكمل هلقد العلاج أولوية صحة وسلامة والراحة النفسية للأطفال هي أولوية المركز فأكيد هذا الشيء ما بينطر أبدا مشان هيك نحنا استعجلنا وإنه أطلقنا خطة يلي هي صندوق إنقاذ لننقذ المركز من اللي نحنا فيه لأنه نسبة الشفاء بتوصل معدلة لـ 80% يعني اليوم نحنا الأطفال 3 تربيعهم عم ينتصروا على المرض عم بيحتفلوا معنا أنه هن يخلصوا فخلينا نضلم كاملين بهالمركز يلي هو مركز الأمل ومركز الامتياز يلي نحنا منقوى من أطفالنا يعني مصدر قوتنا هو أطفالنا هن الأبطال هن الأبطال بس كمان فريق العمل بطل يلي بيتحدى كل الظروف حقيقة ويلي بهالفترة ما وقفتوا ولا ثانية ولا لحظة بأنه تكونوا ويكونوا كل الأطبة والنيرسز وكل فريق العمل موجود بمستشفى سنجود مركز سرطان الأطفال ببيروت لحتى يكون عم بيتابع بدنا نوجه لهم أكيد تحية كتير كبيرة لكل الطاقم الطبيب بمركز سرطان الأطفال وللولاد وللأهل عم بتخف اليوم من التبرعات لاحظتوا هيدا الشيء أو بعض كون نوعا ما مستقرين لا أكيد تراجعت كتير لأنه 3 ربيع البرامج ما قدرنا ننفذها والحملات بسبب الانهيار الاقتصادي وهلأ مع أزمة كورونا يعني اتنيناتهم مع بعضهم نسبيا يعني أدعم نحكي لهم كتير فيه تراجع للأسف بالتمويل والتبرعات والأكيد الوضع على أصعب للأسف حسب كل التوقعات والدراسات وحتى كمانا اليوم يمكن الأكوب منتس كمانا والأدوية والمعدات فيه صعوبة بأنه تكونوا عم بتأمنوعة بدي أشكريك لما دناوي لوجودك معنا بدي أذكر بأنه التبرعات دايما مكملة لمركز سرطان الأطفال والرقم الأسهل أنه تتصلوا عليه هو 70-35-15-15 والعيون كل ولد والقلب كل ولد عم بيحضرنا اليوم بدي بعت الأول شيء بوس كتير كبيرة وبدي أقول أنه أنتوا بتعطوا الأمل وأنا أكيد أنه رح بتنتصروا على المرض وعلى كل الضيئة الاقتصادية نحنا كتير منحبكن وإن شاء الله أكيد كل شي بيصير أحسن وإن أحنا كتير من أشكريك للمشاهدة أشكريك للمشاهدة أشكريك للمشاهدة أشكريك للمشاهدة